نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة دمياط ندوة تثقفية لطلبة كلية التجارة جامعة دمياط خصصة هذه الندوة لعرض إنجازات مشروعات حياة كريمة في مركز السعد وتهدف الندوات لنشر الفكر التطوعي نظريا وفكريا للشباب من خلال المحاضرات النظرية ولنشر الفكر العملي الميداني لمؤسسة حياة كريمة والتي يتم من خلالها رصد مشروعات حياة كريمة من منشآت والأعمال الخاصة بالبنية التحتية لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والتي تشمل محاضرات داخل الجامعات لشرح أهداف وإنجازات مؤسسة حياة كريمة نحن في ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذه المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في 2 يناير 2019 بتقوم علشان تحاول أو هذه المبادرة بتقوم على الإنسان المصري والاهتمام بالإنسان المصري من خلال زيادة إمكانياته وكفاءاته وقدراته والاهتمام بالخدمات اللي بيحصل عليها النهاردة بنحتفل مع بعض في استقبال حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة في كلية التجارة بجامعة الدوميات والحقيقة المبادرة دي من الأشياء المهمة جدا مبادرة حياة كريمة تستهدف الإنسان المصري مبادرة حياة كريمة واحدة من المشروعات الهامة على مستوى أفريقيا ومستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير شاف أن حياة كريمة بتستهدف التنمية المستدامة وتستهدف التنمية الشملة بتستهدف رفع مستوى معيش للإنسان المصري بتستهدف توفير سكن كريم بتستهدف توفير البنية الأساسية لفئات كبيرة من الشعب المصري مبادرة حياة كريمة أطلقها في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 استهدفت حوالي 58% من الشعب المصري نحن النهاردة في جامعة الدوميات بنعمل سلسلة من سلسلة ندوات اللي نحن بنعملها في كليات الجامعة كلها النهاردة في كلية التجارة وزي ما احنا عارفين المدرج ورايا كان مليان كنا بنتكلم عن أهمية العمل الأهلي والتطوعي وازاي ان حياة كريمة نقلت المواطن المصري من الفقر والجوع وعدم وجود بنية تحتية الى اللي احنا شايفينه الوقتي واحنا جايين نوعي الطلاب بان الحياة كريمة بتعمل ايه واهدفها ايه وازاي غيرت المجتمع والمواطن وازاي ان احنا قدرنا ان احنا نعمل ان احنا 60% من المواطنين من المواطنين بلد بدل ما كانوا ما عندهمش لبنية تحتية ولا عندهم اي صرف صحي ولا تعليم ولا صحة يدرنا ان احنا نبني لهم المنشيات ونبني لهم كل حاجة هما محتاجينها النهاردة بسيط جدا اننا حضرت ندوة عن حياة كريمة وعرفت اهم حاجة عرفتها ان فيه رابط ما بين حياة كريمة وما بين مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 من اهم الحاجات اللي عرفتها ان هما الاتنين بيهتموا باهداف التنمية المستدامة زي تعليم الجيد والمياه الجيدة والبنية التحتية الممتزة وعرفت اهم المشاريع اللي شاركت فيها حياة كريمة والانجازات بالاخص اللي عملتها في مدينة دومياتي الجديدة قدرت الندوة النهاردة عشان كنت حاببة اشارك في اعمال تطوعية واستفدت كتير جدا النهاردة وان شاء الله ملات الاستمارة وان شاء الله هقدم في تعامل التطوعية في الاعمال الجاية ان شاء الله واخن موجود يعني ومشارك لاني استفدت كتير منها النهاردة وبتساعد العمل في التطوع وكده النهاردة كان فيه ندوة عن حياة كريمة غنية عن التعريف عارفنا فيها اكتر عن الانجازات اللي حصلت في كل الكرة والموجودة كتير جدا حوالينا شوفنا ازاي البنية التحتيات غيرت كمان ان ظهر حيات كتيرة في الطرق والاساسات واعتقد ان انا احب ان انا اتطوع في حاجة زي كده لان انا ازيدني شرف ان انا اكون عضو او متطوع في مبادرة حياة كريمة